اختتمت امس بنجاح باهر فعاليات النسخة الثالثة من بطولة العالم للسبورتن 2023 والتي اقيمت منافساتها في صحراء الوثبة على مدار ثلاثة ايام بمشاركة الالاف من اكثر من سبعين دولة حول العالم واتوج الكندي راين اتكنز بلقب رجال بعدما قطع مسافة السباق البارغة 21 كم خلال ساعة و 54 دقيقة و 13 ثانية فيما حصدت السلوباكية ايستر هورتو باكيوفا لقب السيدات في ساعتين و 22 دقيقة و 41 ثانية بينما ذهب لقب الفرق لمسافة 3 كم للفريق الشيكي في 19 دقيقة و 51 ثانية